محمود عندك إيه كمان؟ عاوز أتكلم على الجون اللي جابه أفشا هدف المكسب وعاوز أوريك حاجة غريبة جداً عمالة أحمد الشناوي هي اللي خلت شكل الجون بالجمال ده كله طبعاً أفشا لعيب ممايز جداً ولعيب كل ما بينزل بيعمل تأثير مع النادي القليل يخالي بطن رجل وأتمنى يعني بجد نفسي مارسل كولر يديله أكتر من كده محمد مجدي أفشا يستاهل ياخد وقت أكتر من كده لأن الرجل كل ما بينزل بيأثر مع النادي القليل تعال نتفرج على الهدف أوريك مهارة أفشا وأوريك خطأ أحمد الشناوي طبعاً زي ما احنا شايفين هنا نادي القليل مع الكورة هتلاقي أفشا فاضي لوحده خالص عاوز أتكلمك على حاجة مهمة جداً وهي الاستلام بتاع أفشا أنه استلم الكورة في حتة علشان خطر اللمسة التانية تبقى في الجون على طول وركنها زي ما الكتاب بيقول بس تعال بقى ما يجيب زولة عكسية أوريك أحمد الشناوي عمل حاجة غريبة جداً هي اللي خلت أحمد الشناوي ما يجيبش كورة بص على أحمد الشناوي أول ما أفشا يستلم الكورة ماشي بالراحة أول ما أفشا يستلم الكورة أول ما أفشا يستلم الكورة أفشا يستلم الكورة هنا بص على قبل ما أفشا يطلع الكورة بالزبط بص أحمد الشناوي يعمل إيه؟ عاوز ينط على يمين هو يلعب على التواقع فنرجع خطوة كمان السنة اللي خدها أحمد الشناوي إن هو هيروح يبيل خلت الجنب بتاعه والتيك اوف ما يبقاش بالمطة المعينة أو يروح بيده العكسية فعشان كده على فكرة الكرة ما كانتش قوية كرة كانت ضعيف بس لما نرجع كمان شوية بسيطة جدا هلخان أحمد الشناوي قبل ما قفش يحط رجله في الكرة كمان شوية كمان بعد كده بقى نبدأ نمشيها بص قبل ما قفش هنا بص أحمد الشناوي بص راح فين راح على ينين فبعد كده كرة راحت على الشمال فقبل ما هو خد الخطوة من على نجليس سابتة وياخد التيك اوف والجنب هي اللي خلت الكرة بالشكل ده فأحمد الشناوي يعني يحساب له الهدف ده مع محمد النقطة الأهم محمود طبعا هي النقطة الأساسية لكن النقطة الأهم ما فيش حارس ده اللي بيعمل ضعيف من مكانه لازم يخط خطوة أو اتنين أي حارس لما بيجبوه في مدرسة الناشئين ولو يعمل خط خطوة في اتجاه الكرة شمال أو يمين واحدة أو اتنين هو ما عمدش لوحدة ولا اتنين هو نط من مكانه وعايزه نط من نص الجون لآخر إذا باش مال ممكن أنا أشيد بحاجة معلش يعني بعيد عن الهدف وبعيد عن أفشة وحلاوة أفشة بس لو أنتم بتحللوا كده احنا في حاجة عدت علينا مبارح تصوير بتاع المطش ده كان تصوير عظيم يعني الحالات والسور والحاجات اللي تجيبوها دي ده تصوير عظيم أنا مش بتكلم عن تفاصيل النقل والكلام ده كله اللي معمول بشكل ممتاز جدا للموسم ده لحد كبير يعني بس أنتم تقولوا تشرحوا اللقطات يعني خدوا بالك يا جماعة التصوير ده بيفيد أول محللين طبع طبع إنه هيشوف حاجات عمره ما هيشوفها لو التصوير ما كانش كويس كدر الواسع اللي جابي وقفت الأهلي في أول المطش في الضغط دي خطير هو شرح كل حاجة بقى آه يا لطشي النووي دي مستحيل كنت هتخد بالك منها من جرس من كده كده